بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى الآل والصحب والتابعين إلى أهلنا كرام صامدين على تراب ثورية الأبية وإلى أبناء شعبنا المهجرين في شتى بقاع المعمورة إلى مجاهدين الثابتين على ثغور العزة وميادين الفداء وإلى المعتقلين الراثفين في أغلال الأسر وظلمات المعتقلات من الحرائر والأحرار أيها الشعب الأبي الصابر الذي صمد في وجه أعتى وأبشع مذبحة تعرضت لها أمة في تاريخ البشرية الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ها هي ثورتكم العظيمة التي غذيتموها بالتضحيات وبذلتم من أجل استمرارها الدماء الزاكية والأرواح الطاهرة حتى تنال الأمة حريتها وكرمتها تنهي عامها السادس وتدخل عامها السابع بخطوات مخطبة بالدماء والأشلاء أمام مرأة ومثمع العالم أجمع ست سنوات ما زادت عودنا إلا صلابة وما أطفت على رؤيتنا ونظرتنا للأحداث إلا وضوحا وما أثرت في عظيمتنا إلا ثباتا وإصرارا فالشعب الذي مجلق ثوب العبودية عند صرقته الأولى لن يرضى بعد اليوم أبدا بالذل والكنوع بعد أن كشرت هذه عصابة المجرمة عن وجهها القبيح وأعملت في بلادنا القتل والتدمير فالكرامة المنشودة التي رامها شعبنا أبا العالم إلا أن تكون مخطبة بالدماء فلم نلبس يوما إرادة دولية صادقة لإنهاء مأساة هذا الشعب العظيم سوى وعود لا طائل منها ومؤتمرات يستكلها المجرم وحلفائه لكسب الوقت وتنفيذ مخططات القتل والتدمير والتهجير والتغيير الديمغرافي يجري كل ذلك اليوم تحت ضغوط وإشراف مباشر ممن يقدمون أنفسهم كجزء من الحل المزعوم ورغم كل المزاودات التي مورست بحقنا والتجني علينا قررنا أن نخوض ميدان السياسة فكانت جهودنا في المؤتمرات مترافقة مع صدنا وخوضنا لأعطى المعارك على الجبهات ولن نسمح لأحد بإذن الله أن يتسلق على تضحيات شعبنا تحت أي مسمى ونرفض أن يهتزل تمثيل شعبنا بمعارضات هزيلة دجنا في أقبية المخابرات والعواصم الداعمة للأسد وعصابته كما نبشر شعبنا السورية بأن قناتنا لن تلين بحول الله وقوته وما زال في جعبة مجاهدين الكثير فقد أعددنا لعدونا ما يثوءه ملتزمين بأهداف ثورتنا وثوابتها داعينا إخواننا في الفصائل الثائرة لتوحيد الصف وجمع الكلمة وإنهاء حقبة التفرق والاختلاف المفضل للفشل والفرقة لنقابل عدونا في صف واحد يحبه الله عز وجل ويطمح إليه أهلنا في الداخل والخارج وإلى إخواننا في الدول العربية والإسلامية الشقيقة وباقي الدول الصديقة نقول وقوفكم بجانب الشعب السوري المظلوم أمر لا ينكر ومساعيكم لإيقاف المذبحة بحقه يحمد ويشكر لكننا نأمل بالمزيد فقد علمتم أن الثورة السورية اليوم هي آخر قلاع الأمة أمام المد الفارسي الصفوي ومطامعه التوسعية وأحقاده الطائفية ولئن سقط هذا الحصن لا قدر الله فلن يقف في وجه إيران وميليشياتها بعدها شيء حتى يطأوا عواصمكم ويحيلوها إلى أثر بعد عين وأخيرا أيها الشعب السوري الصابر والمجاهد لا يغرنكم ما تظهره العصابة الحاكمة وحلفاؤها من تماثك وقوة فبيتهم والله واهن كبيت العنكبوت فها هي تعمد إلى تصفية أركانها وضباطها والمقامرة بأمن أوكارها وافتعال التفجيرات في الأماكن العامة لتثوق نفسها كمحاربة للإرهاب وهذا آخر ما بجعبتها بعد أن أيقنوا أنهم إلى زوال فأبشروا بخير قريب بإذن الله وتضرعوا إلى السميع المجيب أن يعجل في زوال الظالمين وأن يسبق على بلدنا وشعبنا الأمن والسلام آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته